أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا تدفع من المجتمع الأوروبي إلى الحرب وشدد أوربان في حديث إذاعي على أن المفاوضات السلمية ضرورية لحل النزاع في أوكرانيا وليس الإجراءات التقييدية وحذر من أن ما تفعله أوروبا الآن خطير للغاية ويقرب الاتحاد من الحرب خطوة بخطوة مشددا على أن المجريين يشعرون بهذا بشدة لأنهم على مقربة شديدة من الصراع في البلد المجاور